بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الفيديو ده ان شاء الله فيديو خفيف وسريع هنتكلم فيه على موضوع الاسبيت والدوبلكس الاسبيت بتشير على السويتشات لسرعة اللي البورت يقدر ان هو يدعمها يقدر يعمل نقل بيانات بسرعة جامعة فبنلاقي عادة بورتات السويتش التقليدية او الطبيعية اللي هي الارجي فورتي فايف بتصم بورت سرعات من اول 10 ميجا بيت بر ساكند لحد 10 جيجا بيت بر ساكند طبعا فيه سرعات اعلى من كده فيه عندنا 100 وفيه 40 جيجا وفيه 25 جيجا ولكن هي دي السرعات الشائعة واللي ممكن نشوفها دلوقتي على كتير من الاجهزة سويتش بورت كمان ممكن يدعم ان هو يبعد فقط او يستقبل فقط في نفس الطايم فريم او خلينا نقول في نفس الطايم استامب يعني بورت السويتش ممكن يشتغل بحالة من الاتنين ياما يبعد ياما يستقبل ياما يبعد ويستقبل في نفس ذات اللحظة نفس ذات اللحظة دي ممكن نشير ليها بالكلمة اسمعها طايم استامب فالطايم استامب دي معناها الوقت المعين او المحدد اللي انا بقولك عليه فممكن في اي ثانية او في اي وقت انا اقولك عليه يتلاقي البورت ياما كيبابل او يقدر ان هو يبعد فقط او يستقبل فقط او السويتش او البورت لو قوي او خلينا نقول لو بيدعم خاصية الفول دوبليكس يقدر يبعد ويستقبل في نفس ذات اللحظة معنا ذلك ان الهاف دوبليكس هي المراضف لكلمة ان السويتش يقدر يبعد في لحظة معينة او يستقبل فقط في لحظة معينة لما الفول دوبليكس معناها ان بورت السويتش يقدر يبعد ويستقبل في نفس الوقت دون ادنى مشكلة ودون ادنى دلي طبعا دلوقتي اغلب البورت سويتش واغلب الاجهزة بقى بتدعم خاصية الفول دوبليكس اللي بتمكني ان انا اقدر ابعت وستقبل في نفس الوقت وبالتالي اقدر ان انا اوفر الوقت ورسيف وترانسفير على سرعات عالية جدا او بايد فولد بورت سويتش بيكون في الامار او بيكون سيتد او كومفجرد على حاجه اسميه الاطو نوجي شيشة مود فانت مش محتاج تعمل اي حاجة معلول قطع بالسيتنج بتاعة الالسبيد بتاع بورت سويتش او الدوبليكس بتاع السويتش لانه بايد فولد بيكون المود بتاعه انه هو يكون حاجه اسمها اوتو نوجي شيشيش هاويفر انت في بعض الاحيان ممكن تلاقي ان في جهاز زي مثلا خلينا نقول اي بي فون اي بي كاميرا خلينا نقول لهو جهاز مش جهاز كمبيوتر جهاز قديم شوية بيفيل ان هو يعمل بشكل سليم فيشتغل دائما على صوت مثلا عشرة ميجابيت بر ساكند او بيشتغل على الهاف دوبليكس وطبعا انت بتعرف الكلام ده عن طريق ان الاونر او الراجل اللي بيعمل ادارة لكاميرات مثلا في الشركة عندك بيبلغك والله بيقول لك الاستريمينج او الفيديو بتاع الكاميرا الفولانية دي بطي ممكن تكون في حاجة ليه علاقة بالنتورك ولا فانت من الحاجات اللي بتبص عليها تروح تشوف هل الكابل سليم هل البورت بتاع السويتش عامل على سرعة عالية على قد السرعة اللي ممكن تدعمها تدعمها الكاميرا دي ولا لا يعني انت ممكن تلاقي ان الكاميرا مثلا بتدعم سرعة عشرة مية الف اللي هي عشرة ميجابيت او ميت ميجابيت او الف ميجابيت والبورت بتاعك بتاع السويتش بيدعم برضو عشرة مية الف فليه احنا بنشتغل على سرعة عشرة مثلا مدام احنا الاتنين كيبابل ان احنا بنشتغل لحد الف هو هنا السؤال بيجي من هنا فساعتها بتحاول ان انت تقول للراجل بتاع الكاميرات طب من فضلك خش على سيتنج او اعدادات الاي بي كاميرا واعمل الدوبليكس فول واعمل اللي سبيت الف وانا برضو على سويتش عندي هدخل على البورت اللي واصل بالكاميرا واعمل الدوبليكس فول واعمل اللي سبيت ب الف ونشوف فده مثلا حل من الحلول او من الحاجات اللي انت ممكن تستعين فيها باعدادات يعني اعدادات مانوال للسبيت او الدوبليكس لكن دون ذلك انت لسبيت و الدوبليكس بيكون حاجة ديفولت موجودة ننوه برضو ان الدوبليكس واللسبيت دايما بنشتغل على الطرف الاضعف بمعنى ايه يعني الوقت هاوصل ببورت سويتش زي ما قلنا بيدعم عشر مية الف وبيدعم هاف وفول دوبليكس ولكن لو الجهاز القصادي قدرته ان هو لكن يشتغل على عشرة ميجا بيت بر ساكند ساعتها لستيت ببورت سويتش هيشتغل على عشرة ميجا بيت بر ساكند نتيجة الناجشيشن اللي هتتم كذلك لو الجهاز بيدعم فقط الهاف دوبليكس فالبورت سويتش هيشتغل على الليفل الاقل او هيشتغل على الهاف دوبليكس كوميونيكيشن فخلا نقول ان احنا بنشتغل دايما على حسب الطرف الاقل اللي يقدر يعمليه ولكن لو انت عامل الدوبليكس اوتو عامل الدوبليكس استاتيك فول يعني كده دخلت على سويتش وقلت له على بورت سويتش دوبليكس فول او هاف ودخلت قلت له نسبيد عشر او مية يعني بمعنى اصح لغيت كلمة الاوتو ففي الحالة دي البورت مش هيشتغل على الاقل وحتلاقي طرف بيشتغل بسرعة الف وطرف التاني بيشتغل على سرعة عشرة وفي الحالة دي طبعا احنا هنكون بنهزر لان في الحالة دي البورت مش هيشتغل بشكل سليم او مش هيشتغل بشكل صحيح عشان تقدر تعمل بقى فريفاينج عندك في الشمكة بتاعتك ايه دوبليكس سيتنجز اللي محطوطة ايه هي الاسبيد انت عندك كوماند ضريف جدا اسمه شو انترفيس ستيتوس مش شو انترفيس ستيت ما تنساش اليو لقبل الاس لان دي هتديك اوتبوت مختلف شو انترفيس ستيتوس بيوضح لك اسم الانترفيس لو انت حاطي الانترفيس بيبان لك تحت كلمة name اللي ستيتوس بتاعته هل هي connected ولا مش connected داخل في فيلان كام الدوبليكس متconfigure ايه فهو هنا configured ان هو auto ده كده administrative mode الاسبيد متconfigure على اساس انه ايه والتيب بتاع الانترفيس وقلنا لما شوف عشرة مية بيستي اكس فده معنا ان ده بورت ايثر نت فيه عندي بردو كوماند تاني بقى هنا هيعضح لك ايه operational mode اللي البورت شغل عليه احنا شوفنا في الامر اللي فات administrative mode settings معمولة ازاي ولكن هنا هنشوف مع وعد بقى operational mode لما بقول شو انترفيس واكتب اسم الانترفيس interface fast zero على واحد مسلا ساعتها هنا حلاقي ان فيه عندي تقريبا فيه خامس او سادة سطر كلمة اسمها فده معنا كده ان البورت دوت اشتغل فول دوبليكس وشغال ميت ميجا بيب بر ساكند بعد اما خصل ال negotiation طبعا فيه معلومات اخرى معلومات تانية كتير ولكن ان شاء الله هنيجي في وقتها وانا اشرحها مع بعض بالتفصيل بازن الان محتاج اقول ايه تاني كده على الدوبليكس احنا قلنا ان احنا طبعا بنشتغل على الطرف الاضعف في الموضوع خلوني كده افكر لو في اي حاجة تانية ممكن نحتاج ان احنا نقولها in regard to the duplex or speed الحقيقة لا اما اعتقدش ان فيه معلومات زيادة ولكن طبعا قد تظهر في levels in core او level CCIE معلومات بقى اكثر تفصيلا على هو negotiation ده بيتم ازاي والشغل بيتم ازاي لما بيتكلم عن double speed ونخلي بالنا بس من معلومات الصغيرة والدقيقة دي لان هي فعلا بتفرق احيانا انك تعمل troubleshooting بشكل سليم ده كده كان كل اللي محتاج اقوله في الفيديو دوت شكرا جزيلا لكم ونتقابل في الفيديو الجاني ان شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة